نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي شاركت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ والمنعقدة على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وخلال الجلسة أكدت وزيرة البيئة أهمية الحفاظ على وحدة الصوت الأفريقي والحفاظ على مكتسباته ومنها الخروج بالمبادرتين الأفريقيتين للتكيف والطاقة الجديدة والمتجددة خلال اتفاق باريس في 2015 أثناء رئاسة مصر للمجموعة الأفريقية وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ مشيرة إلى حرص مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ كوب 27 على الخروج بمجموعة من المبادرات الخاصة بالغذاء والمياه ودعم المرأة الأفريقية في مواجهة آثار تغير المناخ